في هذه الأيام الأخيرة مع اجتداد التصريحات الإعلامية حول قضية الموازنة للأسف يعني هي تبقى بشات نظر أنه الكثير يعتبرها نصر لكنني كنت أجيب بنفس ما أجاب به زميلي الأستاذ الدكتور أحمد الصفار القضية أنه فعلا ستضخ هذه التريليونات داخل السوق وفي سوق غير يعني يقول هو غير مرن لماذا لأنه ليست له قاعدة انتاجية وبالتالي ستحدث زيادة في الاستهلاك حتى تسد هذه الزيادة في الاستهلاك يجب أن تستورد وبالتالي سيكون هناك عجز في المنزان التجاري وأصلا عندك أيضا عجز في الموازنة العامة ستحتاج إلى دولار أكثر سيكون طلب حتى من قبل الحكومة طلب على الدولار أكثر لكي تسد هذا العجز هذا الطلب على الدولار سيساهم أكثر في خفض صلحي لها المعلومة يمكن نحتاج نبيع النفط ب 96 دولار حتى نقدر نسد العجز أكون هناك قرية التصريح قبل كم يوم أي نعم فعلا ولذلك سيرتفع يعني ستنخفض قيمة الدينار أكثر تجاه الدولار يعني نتيجة منطقية اقتصادية لا قصة محابات ولا قصة مثل ما نقول هذا الطرف أو ذاك إذن هناك مسألة يعني أنا كمتتبعة وأحسب نفسي باحثة طالبة في علم الاقتصاد السياسة المالية من صفحة والسياسة النقدية من صفحة كل واحد منهم بدأ يمشي باتجاه وماكو تنسيق بيناتهم وبصريح العبارة أنا أيضا لأني متتبعة أرى أن السياسة المالية لا تقاد من قبل المختصين يعني أو يعني تجري بطريقة منقول فكرية تتوائم مع السياسة النقدية والسياسة النقدية إذا تمشي بطريقة مو بكيفة لأنه عليها عقوبات وهي الآن تحت المجهر محطوطة من قبل البنك الفيدرالي ولحد الآن ترى لحد الآن الخطر ما زال لأننا ما وصلنا تماما إلى قناعات تفيد بعدم تورطنا بقضية التهريب وكذا لأن هناك بعض الخيوط اللعبة بعدها ما أمسكت جيدا ولذلك هو هذا اللي دي يصير عندنا في الداخل بس ما أحد يصارح الجمهور ولا أحد يقول لكن هو هذا اللي دي يصير وبدليل أنه شون هاي المصارف قادرة تضل وتبقى تشتغل وهي محاطة بالمنصة وإجراءات المنصة في هذا الشيء تشوف أنت المالية هي واحد قولهم كلهم يغني على ليلة مالية واحد والنقدية واحد في حين في بلد بهذا الضرف الطارئ اللي هو كان يستلزم مثل ما أنا ناديت فيه أكتر من مرة خلية أزمة اقتصادية تكون موجودة لمواجهة هذا الشيء بس للأسف لاكوا خلية أزمة ولاكوا اقتصاديين والدكتور يعيب على المستشارين ترى حتى ببنك المركزي ما بيه اقتصاديين كل اللي بيه محاسبين وهي بعد الحمد لله والشكر يعني مع احترامي لهم وإلى كفاءاتهم لكنهم يبقون محاسبين وليسوا اقتصاديين